بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنستكمل المحاضرة الخاصة بمقدمة عن مقرر البيئة وبنشوف ما هي الملوثات أو ما هو الملوث الملوث any substance which cause lotion is called allant أي مادة هتسبب تلوث هنطلق عليها ملوث وبالتالي المادة ممكن تكون chemical geocemical يعني ممكن تكون مادة كيميائية أو geocemيائية زي الطراب وزي الرواسب وزي الحصة زي dust والgrits ممكن تكون عندنا مكون حي ممكن تكون مكون حي biotic component ممكن تكون عندنا أي شيء بيسبب التلوث عندنا ممكن تكون حرارة عملا فيزيائيا زي الحرارة physical factor زي الهيت ممكن انطلق يؤثر على بعض مقونات البيئة ويكون مؤذي لها وضار لها وبالتالي مثل هذه النسب وتركيزاتها في البيئة الكنسنتراشنز may have adverse or unpleasant effects يكون لها تأثير سلبي ضار للبيئة وتأثير غير مرغوب فيه وغير مريح ده عندنا اللي هو تعريف الأول للملاوسات الملاوسات also has been defined ممكن نعرفها تعريف بسيط any solid liquid or gaseous substance present in such concentrations as may be or tend to be in generous to the environment بنقول أنه أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية موجودة في هذا التركيب موجودة في تركيزات معينة بتزيد عن تركيزات معينة قد تكون أو تميل إلى الإضرار بالبيئة فالملاوسات عادة هي residues of things هي بقايا الأشياء اللي احنا ممكن نستخدمها أو نلميها بعد الاستخدام ده هو تعريف ما هي المواد الملاوسة أو تعريف أي هو الملوث تعريفين دول مهمين جدا بالنسبة لنا طيب ما هي أنواع يبقى أنواع الملوثات عندنا أنواع كثير جدا من الملوثات ممكن تكون ملوثات الهواء ممكن تكون ميا ممكن ملوثات التربة فعندنا الديبوسايد ماتر السموك تارز اللي هي بعض الدخان والقطران والغبار الجاز الجاز أوكسايد وهذه مهمة جدا بالنسبة لنا أكسيد نوترجين سواء إذا كان أول أكسيد نوترجين أو أكسيد نوترجين سالفر أكسيد الكابريد الكاربون مانوكسايد ساني أكسيد الفروريد اللي هي النوع الفروريدات كلها الميتلز المعادن مريكوري الزئبق الليد الرصاص الآيرن الثينك النيكل الكاديم والكروميوم كل هذه مواد إذا وجدت في الطبيعة بنسب عن زيادة عن المسموح به والمحدد من قبل المنظمات العالمية اللي بيها بتكون ملوثات ضرة عندنا اللي هي كيميوات الزراعية الأجرو كيميكالز والمبيدات الحشرية ومبيدات العشاب فطريات بكتيريا والأسمدة واللي أصبحت منتشرة الاستخدام في الفترة الأخيرة لها بعض الأضرار على البياء عندي الكمبليكس أورجانيك أوكسيدانت زي المؤكسيدات العضوية المعقدة البنزين الإثير حمض الخليق وهكذا عندنا الفوتو كيميكال أوكسيدانت المؤكسيدات الضوئية الفوتو كيميكال سموك للضباب الأوزون نايتروجين أكسيد نيتروجين الألدهايد والإيسيلين الزرية ممكن بتكون لها نسب إشاعية قد تؤثر على البيئة وأخيرا الضوضاء اللي هي منتشر حاليا في معظم دول العالم وفي معظم مدن العالم بنتأثر جميعا بالضوضاء والضوضاء هي بنسميها تلوث سمعي إن جنرال بدأنا نضع هذه الملوسات في two types في نوعين رئيسيين هما أول حاجة نون ديجريدابل بولنت نون ديجريدابل بولنت ملوسات غير قابلة للتحلل ودي كل المواد اللي هي الصلبة الغير قابلة للتحلل these are materials and poisonous substances like aluminium cans اللي هي الكنز بتاعت الالمونيوم اللي احنا كلنا بنستخدام في المشروبات الغازية وفي العصائر وكلام ده وعندنا ميريك سولت اللي هي الأملاح الذئبقية كل هذه مواد إذا وجدت في الطبيعة لا تتحلل بسرعة وإذا تتحلل 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 ببطء ببطء شديد ودي بيكون لها تأثير على البيئة وبالتالي إن احنا بنبدأ نأخد مثل هذه المواد وزا ما هنشوف إن شاء الله في دراستنا القرص إزاي بنعمل لها عملية إعادة التدوير النوع التاني البايو ديجريدابل بولند وهي الملوسات القابلة للتحلل ودي زي ايه ديموستيك ووست ذات كان ربيدلي دي كومبوز من تدوير تدوير نحن تدوير نحن بسرعة وينطلق عنها بكتيريا وينطلق عنها روائح كريهة أوكي وبتأخذك مشاكل عندنا غير مرغوب فيها وبالتالي إنجينير زي ما احنا قلنا بنحط أنواع الملوسات الموجودة عندنا في نوعين رئيسيين ملوسات قابلة للتحلل وملوسات غير قابلة للتحلل إن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة